بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا في أعلاقهم أعلان مفي إلى الأذقار فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومع خلطهم سدا فأغشي لهم فهم لا يرثرون وسواء عليهم إن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى فشير رحلان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمت آثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه بسلين فكذبوهما فعزلنا بثالثة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر من أسلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلينا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإلا تنتهون نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أمنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلئة أن يردني الرحمن بغر اللي تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضليب مبين إني آمنتم بربكم أسمعون قيل دخول الجنة قالوا ليت قومي عدمون بما غفر لي ربي وجابني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا مرزنين يا كالك إلا صيحة واحدة فإذا فإن خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلي إلا يرجعون وإن كل لما جميع يدينا محمرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جلات من نخيل وأعلاب وفجرنا فيها من الميون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض من أنفسهم ومن مالا بعدمهم وآية لهم الليل نسلق منهم نهار فإذا فإن مجنون والشمس شد تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه من عزل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أن ناحمنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن نشان غرقهم فلا صريح لهم ولا غن ينقضون إلا رحمة منه متاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحلون وما تأتي من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنه صيحة واحدة يتأخلهم وهم يخسنون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويا نام من بعثنا من مرقدنا هذا ما عدى الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم الجميع لدينا مقدرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكبون هم أزواجها في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة وله ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز لهم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبوا الشيطان إنه لكم عدو مبيل وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقدون هذه جهنم التي كنتم ترعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأتنا يبصنون ولو نشاء لنصفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مغيوا ولا يرجعون ومن نعملهم لكسه في الخلق أفنا ينقلون وما علمناه الشعر في ما ينبغينا إنه إلا ذكر وقرآن مبيل ينذر ليكا لحيء ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنها خلقنا لهم من ما عملت أيدينا أمان فهم لها ماذكون وذلناها لهم فمنها ركوهم ومنها يأخذون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلئة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يلذنك قولكم إنا نألم ما يسرون وما يعقلون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفتنا فإذا هو خصوحا مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحي العجوان وهي رميم قل يحيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق رذبهم فلا وهو الخلاق العليم إنما يمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم ما فيكون فسبحان الذي بيده ملكم لت كل شيء وإنه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يديه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أذقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما لزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكد ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يقشعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدوء ألا يعلم من خلق وهو النتيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشو أأمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويخبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دول الرحمن إن الكافرون إلا في الغروه أمن هذا الذي يرسلكم إن أنت فرسطه بل لجوا في عطب ونفقوه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراط المستقيم قل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به وعليه توفلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بمهائم معين ترجمة نانسي قنقر